وفي الشهر السبعتاشر لتطبيق قرار زيرو جمارك للسيارات الأوروبية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها من جمارك اسكندرية خلال مايو اللي فات وصل لحوالي 2 مليار و 856 مليون جنيه وتم تحصيل 807 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها وفي التقرير اللي تقدم للدكتور محمد معيت وزير المالية تم الإفراج عن 6164 سيارة ملاكي من مختلف الموديلات من جمارك اسكندرية واللي بتوصل قيمتها تقريبا لحوالي مليار و 831 مليون جنيه خلال شهر مايو وكمان تم تسجيل 527 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها